إذا انتهى من قضاء الحاجة ماذا يصنع؟ لابد من تنظيف تطهير المكان إما بالماء أو بالمنادين بالحجارة بالأخشار المنادين الحجارة الأخشام يشترط لها شروط أن تكون طاهرة لا نجيسة لا تكون محترمة يعني لا يمكن أن ينظف المكان بالمصاحب بأوراق الحديث مثلا لا يمكن أن يستعمل طعام الإنس أو طعام الجن أو طعام جواب الإنس أو طعام جواب الجن في تطهير المكان يعني لا يمكن أن يستخدم القبز اللحم مثلا أقل شيء لا بد أن يستعمل ثلاثة أحجار ثلاثة بناديل إذا رجع المنديل والحجر جاف ليس في أثر بول ولا غير هذا معنى أن حصرت الطهارة حصرت النضافة نعم إذا لا رجع المنديل والحجر غير جاف لابد يزيد حتى يرجع المنديل والحجر جاف يرجع المنديل والحجر جاف للمنديل والحجر جاف نعم نعم نعم